احتفلت الكنيسة الأرمانية الأرثوذكسية في الأردن بعيد الظهور الإلهي وذلك في موقع معمودية السيد المسيح في المغتص حيث أقيم صلاة بهذه المناسبة في كنيسة الأرمن الأرثوذكس في المغتص ترأس الصلاة نائب بطريارك الأرمن في الأردن قدس الإرشمندريت أفيدس أبريجيان بحضور عددا من أبناء الرعية الأرمنية في المملكة وبعد الصلاة توجه المؤمنون إلى مياه النهر حيث احتفلوا مع أبناء الأرمن القادمين من غربي النهر بعيد الميلاد والغطاص بألحان أرمنية مميزة وفي لقاء أجرته نورسات مع راعي كنيسة الأرمن الأرثوذكس في الأردن الأرشمندريت أبريجيان أشاد بما يقدمه الأردن ممثلا بجلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير غازي بن محمد لهذا الموقع المقدس من رعاية واهتمام ولأبناء الرعية الأرمنية من تسهيلات في الإقامة والعمل وممارسة الشعائر الدينية كما قدم الشكرى لهيئة الموقع والأجهزة الأمنية لجهودهم المبدولة في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد اليوم نحن نحتفل بايد الميلاد نحن مجتمعين على دفة النار عردن من جهة العردن الأردنيون الأرمن ومن طرف الثاني البطاكية الأرمن الأرثوذكس واخوات المار يعكوب نحن أملين يعوم السلام ببركة الله وتعالى هذا تحت السماء حيث ظهرت سلوث الأقدس هنا أول مكان المقدس للمسيحيين من هذا المكان المقدس نرفع عيوننا إلى السماء رجينا من العليل القدير أن يمنح سلام والمحبة لكل شعب العالم وأن يحفظ الجميع من وباء الكورونا ويشفي وكل المصابين من جميع العمرات ونحن وبهذه المناسبة نتقدم ونرجو من العليل القدير أن يحفظ جلالة الملك وسيدنا عبد الله الثاني حفظ الله ورعاه ويقودنا إلى مستقبل منور وباهرا وكما نشكر سمو أمير الغازي ومكتبه لما يقدمه من عون للشعب العردني الأرمن وكذلك إلى إدارة المقدس وقوات المسلحة لكل ما يقدمناه لنا من أجل والسلام كل عام وأنتم بعض الخير